الأسباب الخلقية ونتائج الخدوش دي برضو بولد صغير مولود عنده التكتلات الدهنية دي فوق القرانية هي الحقيقة مش تكتل واحد عدنا بتكتل واحد اللي هو فوق الشاشة ده لكن هنا عنده تكتل أو اثنين أو ثلاثة ومش بس كده بين هذه التكتلات هذه الأنسجة غير الطبيعية هذه العيوب الخلقية في عتامة في القرانية بنعمل ايه في الحالات دي؟ بنشيل هذه التكتلات بنحافظ على القرانية وبنشيل العتامات السطحية عشان الأمور تبقى مستقرة وكويسة وقوية فبالتالي دي بعض الأسباب الأخرى الصورة اللي جاية هنا عتامة في حد عنده خمسين سنة نتيجة حكتين شايفينها عتامة مستويين مش قادرين نشوف النيني الورق قرانية اللي بقت معتمة وفيه الأرك الموجود عند الساعة 12 ده نتيجة ده ترسبات دهون في القرانية هنا العتامة جاية قدام النيني على طول فمش قادرين نشوف كويس ودي بتبقى عتامات عميقة وبتيجي في الناحيتين للأسف وبالتالي يعني بيحصل مشاكل أثير على الرؤية هنا درجة عتامة أقل ده دي بنوتة صغيرة عندها 16 سنة كان بتلبس عدسات لسقة جايبها من مصادر غير معلومة وقدى سوق الاستخدام اللي قال لها ما قلعهاش نازم تقلعها يوميا ما ينفعش تستمر فيها النوع ده جيد ولا مش جيد مناسب ولا غير مناسب إيه اللي يحصل لو حصلت عينك أحمرت ما حدش قال خلص الكلام ده خدت العدسات فرحانة بيهم فرحانة بلون عينيها ودي كترة أوه في مصر هذه الظاهرة حصلت قرحة فضلت لابسها العدسات استحبلت يوم اتنين في الآخر عرجناها بصعوبة شديدة جدا وانتهى الأمر بهذه اللسعة أو هذه الاعتامة اللي جاية قدام النيني شايفين من النيني الأسود هنا مش متشاف ليه لأنه قدامه فيه سطارة تقيلة مش خفيفة وهذه السطارة التقيلة تؤدي لفقدان جزء مهم جدا جدا من الإبصار هذا الجزء المهم جدا جدا من الإبصار يساوي أن احنا شايفين يا دوبك متر قدامنا في الضلمة يعني لو دنيا لغيرت شوية أو في ظروف إضاءة خافتة حدقة بتوسع نشوف من حتة لفوق دي يا دوبك متر مترين تلاتة قدامنا ويبقى كده كالترخير ربنا لو ايه قدرنا نشوف القصة دي أكتر من كده نعمل إيه في هذه الحالات بعد ما نفوط بفترة الانتهابات الأولانية نسيطر على الميكروب اللي حصل وندي الآلاجات المزبوطة اللي هي قد تطول شهور ليه لأن في بعض الممارسات الخطيئة الحقيقة أن اللي بيلبس مثلا عدسة لسقا يروح نازل بسين أو أنه هو يبقى المحلول خلص عنده فقولك إيه عام شوية المحلول دول مش هما شوية ماء وملح هات ماء من الحنفية عام ونحط فيها شوية ملح كده ونحط فيها العدسة إيه عام فعش ما صحش